لنقش هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف في الإسلام أباد وزير المواصلة الباكستانية السابق الدكتور عبدالكريم بخ شهلا بكم دكتور نرحب وحياكم الله بعد قرار نرحب بك أيضا دكتور بعد قرار باكستان بطرد سفير الهند وتعليق التجارة مع نيودالهي إلى أي مدى تتجه الأمور في باكستان نحو إعلان تأزم الأوضاع وكذلك الاتجاه نحو مواجهة عسكرية بالنسبة لكشمير المحتلة القرارات الدولية وقرارات الأمم المتحدة أنها منطقة متنازعة عليها ليست تابعة للهند وكانت لها حكومة مستقلة إلى هذا الوقت وأيضا القرار قرار من الأمم المتحدة لأن مصيرها يتعين عن طريق رأي أستان المنطقة والذين هم أهل تشفين ولكن الهند ألغت هذا القرار وضمت الكشمير المحتلة إلى الهند قبل يومين كيف يفسر هذا القرار دكتور؟ كيف يفسر إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير؟ هذا إخترار لقوانين العالمية الدولية التي معترضت بها عالميا والشيء الثاني في عقود توجد عقود بين حكومة باكستان وبين الحكومة الهندية بأن الكشمير المحتلة هذه منطقة متنازعة عليها وتنحل هذه المنازعة بخرارات الأمم المتحدة والتي تقرر بأنها يصير تقرير مصيرها برأي السكان الكشميريين ولكن أنا يعني أقول في هذا المجال العالم الدول العالمية أو الدول الكبرى أو الأمم المتحدة عندها معيارين معيار تعامل لمشاكل المسلمين ومعيار التعامل لمشاكل غير المسلمين إذا كانت مثلا مشاكل النصارى في تيمورة الشرقية وجنوب السودان وفي مناطق أخرى فتدخل هذه الدول الكبرى وتنهي المنازعات بالتقرير مصيرها بأخذ الرأي أهل المنطقة ولكن المسلمين في فلسطين وفي كشمير وفي بورما وفي مناطق كثيرة يقتلون ويذبحون والعالم وبالذات الدول الكبرى فاكتة على هذا الظلم والطجان والكشمير يعني حاولت الحكومة الهندية فيها منذ سبعين سنة أنها تحول المنطقة إلى أكثرية غير مسلمة ولكنها ما استطاعت لا بقوتها ولا بخططها ولا بظلمها واعتدائها وقتلها وتشريدها لأبناء المسلمين الآن اضطر إلى هذا القرار ولكن هذا القرار أنا ما أرى أنها فقط من الحكومة الهندية أرى أن الدول الكبرى ضراءها وأنها أعطت الحكومة الهندية الضوء الأكثر لهذا القرار التي تشعل المنطقة وتقربها إلى الحرب بالضبط هذا ما تحدث عنه بعض المراقبين أن الأزمة الحالية هي نتيجة تدعيات الصراع بين الولايات المتحدة والصين ما مدى صحة ذلك؟ أنا أتوقع هذا صحيح هذا صحيح يعني أن أمريكا هي التي أعطت الضوء الأخضر للهند وعملت الهند هذا الشيء ولكن باكستان لم تسكت على ذلك باكستان دولة نووية مثل دولة الهندية مثل الحكومة الهندية فباكستان لن تسكت ولن تتراجع عن مساعدة أو تعاون إخوانها في كشمير هم أهلنا وهم إخواننا فنحن ندافع عنهم مثل ما ندافع عن بلدنا باكستان وإن شاء الله ما نتركهم وإن شاء الله تفشل هذه القطط الهندية مثل ما فشلت أكثر من 70 سنة الماضية وإن شاء الله تفشل هذه لا تصير إسرائيل أو الهند نحن لا نخليها تصير إسرائيل في منطقتنا وكشمير ما نخليها تصير من الفلسطين إن شاء الله ندافع عن كل شب دكتور هل ما زلت معنا يبدو أننا فقدنا الاتصال نعم دكتور عبد الكريم بحديثكم عن هذا التحشيد ودعم باكستان لكشمير كيف سيكون مستقبل الأيام المقبلة لهذا الإقليم في ظل التصعيد على الجانبين الهندي والباكستاني الهند الآن تعمل مظالم في الكشمير تقتل أبناها وتشردها وهي التي منعت مواقع التواصل أوقفت والواتف والأخبار وكل شيء وهي تعمل الظلم والضهاد والطغيان في الكشمير المحتلة ولكن مع هذا أهل كشمير صامدون وأيضا الراهي العالمي العالم الإسلامي كله المملكة العقبية السعودية وأيضا تركيا والدول الأخرى الدول الإسلامية وأيضا دول الصديقة مثل الصين وغيرها كلها تؤيد موقف باكستان وكلها تؤيد حرية كشمير وكلها تستنكر ما فعلته أو ما تفعله الحكومة الهندية فنحن نشكر هذه الدول الصديقة ودول الإسلامية وإن شاء الله نحن نواجه هذا الظلم والطغيان إن شاء الله بكل ما نملك من يعني كل ما نستطيع إن شاء الله نواجه هذا الظلم والطغيان ونحن نقف جنبا إلى جنب بإخواننا الكشميريين شكرا جزيلا لكم وزير المواصلات الباكستانية السابق الدكتور عبد الكريم بخش كنت معنا عبر الهاتف من إسلامبات شكرا جزيلا لكم وزير المواصلات الباكستانية